اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد شوي كمان روان راح تعطينا نصائح ونماذج هيك كيف عن جد النصق الالوان وروان بدي اذكر انه بالسنوات الاخير فيه ناس بتقول هاي سرعات بس انا كمان بشوفها اشي حلو يعني صرنا نشوف انه ممكن نلبس بنتلون وبلوزي وكل واحد لون جدا مختلف وتطلع اطلالي حلوي بالذات اطلال يومي صباحي صيفي مزبوط دمج الالوان كتير اشي حلو اشي بده جرأة يعني اليوم اللي مودة كتير بالالوان اللي هي بنطلين ممكن بنطلون يكون امعرأ امورد مع بلوزي اللي هي كمان بارزة وسادة اللي بعطيها كمان رونة كوعياءة للي اطعا او ممكن كتير بالموضة حاليا اللي بنطلين الوسيعة اللي هي بتيجي إليغانت اكتر اللي ممكن تكون مقلمة كمان في حدة شغلات اللي هي ممكن بنطلين الجينس العملية اكتر اللي سكيني اكتر تيجي على جنب باس اللي هو فيه عدة الوان هاي كتير بالموضة هاي السنة كتير عم نشوفها كتير والجنسات اللي هي موردة كمان بالموضة كتير السفية فصل الورود مرسم الورود اكتر ولد يعني بس انه بعدنا عم نحكي عن انه فيه لازم يكون تكامل بين الالوان اذا بصير فيه دمج على سبيل المثال بنفعش نلبس بني وبردقاني انا بدي افاجأك انهم بلى ديكون فيه تناسك بالالوان يعني اليوم اللي اذا نقول بنطلوني مورد فيه عدة الوان تقدر تحط لون اللي هو جدا بارز يعني كيف انا لابس طبعا عدة الوان بدك كمان لون جريء من فوق يعني اللي بلوزة تكون جريئة اكتر شي شفته بالفعل كانوا سباق بهذا الموضوع طبع دمج الالوان هاي الشتاء بالاساس اللي مرأ كان الاحمر والبني الاحمر كتير كان الاحمر والبني كان يعني خصلا فيه الموضوع بالازياء الاوروبية كان بالفعل دمج كتير رائع هيك من عالم الموضوع خلينا نتقل له الفن التشكيلي والرسم رشا صباح الخير رشا صباح تو كيف كداش هيك وين التقاتل اللي كانت قبل التصوير وين وين يابا وجودة بعدها بعدها موجودة كل شي تمام الحمد لله هيك خبرينها اكثر خبر المشاهدين ايضا شو بتساوي اي انواع رسم بتميلي محضرتين هيك كمان امور نعم نشتغلها على الهوى سوا اكيد اكيد نقش الحناء هو اليوم متعدد يعني ما في عندك كتير انواع للرسم اللي هو رسم عادي او هندي او خليجي او مندلة او دنتيل كتير نقشات هاي انا الاشياء اللي باعلمها من الاشياء الاساسيه في دوراتي طبعان بتبع كل نقش في الوقت معين كمان يعني الهندي مش زي الخليجي مش زي العادي العادي هو ابسط اشي خلينا نقول تكريبا فهذا اكتر اشي بقدر اقوله عن الحناء من ناحية رسم يعني نقش فقط ما فيش فيه الوان فيه ابيض فيه فيه ابيض واسود المفرود فيه الوان كمان كمان فيه الوان فيه الوان رسم بالحناء فيه لون أبيض؟ كيف يعني؟ هي صبغات للجسم الحنة كحنة كلنا كبب مرة إنه الحنة بس هي العربية اللي بنجبلها في عراسنا باك الأشياء اللي احنا اليوم منشوفها في السوق هي صبغات للجسم مصادقة عليها من وزارة الصحة طبعا لأنه فيه أجسام اللي بتتحسس مفروض نعرف بإيش بالتحديد بالعالم العربي هل بتوافقين الراي رشا إنه اليوم الرسم بالحناء أو النقش بالحناء على الجسم صار إشي أو واحد من المكملات لاللوكا والمظهر الخارجي بديل للإكسسوار بالأحرى يعني صارت اليوم صبية بتخرج أو بمناسبة معينة ما تشوفها اللي هي عاملة رسمت حنة فصار الإشي أكتر بارز بمناسباتنا طبعا وبالحفلات منفع أن نروح كتير قريب لـ The Voice وأحلام ولي عملتوا على وجهها كان غريب شو رايك بالإشي اللي صار هاي صرعة كمان مفصلي حباتي ولا ما حبتيش عن جد بحب أسمع الدنيا أزواك شخصيا لا وأنا شخصيا ما حباتش حباتش على الوجه دنيا أزواك كل واحد وكيف بحب أنا حبيت شو قوله مجهورين مجهورين من الملكة طب أنا بدي أقول كمان رشا أنه الحلو اللي عم بصير هيك أكمل فكرة أمير أنه عم بحب كتابات باللغة العربية كمان بتكون من خلال نقش بالحناء ومش بس زي ما حكيتي شكل تطريز أو هيك تفنن معين قبل ما نستغل إيد روان ونشوف إشي على الهوى روان بدنا نشوف شوي من الملابس الانتجة يبتلنا إياها وهيك نعطي الصبايا شوية نصائح لإطلالة يومية تقولي لنا كمان كيف النصق كمان يمكن لأي أجسام بتلبس وأي نصيحة حابة أنك تعطيها للسيدات والمشاهدات هيك قبل ما تبلشي طبعا بنصائح روان احنا عارفين أنه احنا المظهر المثالي أنا وعفاه في اليوم بس هاي نصائح وكضافية عنا مثل هالإطعار البنطلون المورد المعرق اللي فيه طبعا حركة ودمج ألوان كتير جريئة بتقدر تروح على بلوزة اللي هي سادة أكتر اللي هي بتطليق أكتر من بلوزة معرقة مع بنطلون معرقة وهذا مثال لروان للي ذكرتي قبل يعني البنطلون فيه أكتر من لون وممكن مش بالضرورة الأخضر يعني ممكن نختار لبلوزة بيمني البردقاني برتقالي بني سكري عدة ألوان طبعا حسب كل صوبية شو بتحب هي تلبس وتخضر الألوان بس أهم إشي إنه هنا فيه لون موحد للبنطلون اللي بيعطي هذا الدمج مثلا مع الأخضر يعني الأبيض دايما بعمل كونتراست أو بعمل حتى تكامل حلو كمان أطعى لوان شو بنا نورجي هيك للمشاهدات ولا إيش برأيك بتناسب لأي مناسبة لأي إطلالة؟ في عنا هذا الأفرهول هو بيجي كوم كوم لا كتير إصلا الموضة هي التقليم اللي التقليمي بالأواعي كتير دارجي بهاي الفترة هذا أكتر صوايا تسعير اللي هو لمناسبة أكتر لمناسبة أكتر ممكن طلعت مطعم بالليل صهرة اللي هي ممكن تناسب بهذا اللباس حبيت أمير حلو أنا كنت بدي أسأل في البداية والوان الصيف طبعا كنت أسأل في البداية وان ببلش وان بخلاص هو معكم أمير معكم واحد شايف هاي الزبتك استواضح أكتر يمكن يعني بتوافق الرأي أو ما بعرف إذا هو إشي يعني متوافق عليه إنه دائما الخطوط على الأواعي بالطول هي أكثر بتطول الشخص بدها طول يعني التقليمي بدها طول أكثر من السبايا اللي هنا حتى لو شخص أصير فممكن تعطيه أكثر طول وإذا خطوط بالعرض فهي ممكن تعطيه أكثر عرض عرض مزبوط ممكن أنا تلاعيت بتفهم بالموضة طبعا روان شو كمان بدنا نعطي هكي نصائح في عنا كمان طائم أسود اللي هو الأسود طبعا ملك الألوان طبعا برغم إنه فترة صيفية قلنا بس عن جد الأسود طبعا الأسود صيفي شتوي يعني أنا بتوقع إنه أغلب الناس اللي هي بتحبه صيف ولا شتاء وكمان إذا ملاحظين إنه هم فيه وسع كمان الموضة وسيع وأصير هذا مش طويل هاي السنية إيش أكتر روان رح يكون دارج لسكني اللي حكينا أجرين دي أو إلا زي هات البنطلون اللي أنت حملتين الواسع كتير موضة دارجة هي بهاي فترة صيف الوسيع كتير دارج وسكني طبعا دائما الجهتين موجوداتي يعني الوسيع والديق كل واحد حسب شو هو بحب وشو بفضل إنه يلبس وحسب المناسبة وحسب المناسبة يعني الإليغانت بديك وسيع أكتر ليوم يوم اللي خلال النهار سكني أكتر بتوقع يعني كيف كل صبيه بتحب برجع إلها حلو بس هو أكتر الوسيع هو أكتر للإليغانت روان حكينا قبل على درجات الأحمر وأنا شايفي في إشي هيك من واحد من درجات الألوان أه حكي لنا كمان عن هاي القطعة كمان هذا اللون البرتقالي كتير هو لون جريء بدك واحد اللي هي كمان تكون جريئة تلبس هذا اللون وطبعا كيف حكينا إنه المورد إساب بهاي الفترة هي بارز كتير ودارج كتير فهذا كتير كلاسي لمناسبة ممكن يعني سبورت إلغانت نقدر نقول كتير نغش حبيت رائع طيب روان تقدري ترجعي ترتاحي عشان كمان هيك رشا بدأ ترسم لنا أو تنقش إشي بالحناء على إيدك ونكمل لدردشتنا شو بدك تسأل رشا يا أمي رشا متعدد المواهب مش بس نقش حناء حكينا كمان رسم بالفحم بالألوان لوحات أنا دائما أهم إشي يمكن بفكر بثيرني بكل حد عبي يشتغل بالفن التشكيلي والرسم وين بلش نقطة التحول اللي قلتي أنا بدي أمتن هذا المجال هو بلش كهواية طبعا يعني من جيل صغير أمي أول إشي رسامي بس أمي ما نمتش موهبتها زي ما لازم بس شافت أنه عندي إيد في الإشي فجيب لي كلام بستعندها قاعدة نيحة في الرسم طبعا وخالفا أنت شكيلي أجينات بالوراثة فبديت منو أنا صغيرة أرسم صراحة تركت الرسم فترة جدا جدا طويلة من ناحية تعليم أكاديمي وكثير شغلات وبيت وجيزة وصعب أولاد فالإشي صار زي ما أقول أصعب فتركته لما رجعت ما رجعتش بنفس الاحتراف فبلشت أعيد زي من الأساسة من الصفر وهذا اللي أخذ لي وقت ولكن من ثمان سنين يعني بلشت أنه أكلب بديش أرسم بكلام بدي أبلش بإشي تاني فروحت للحنة من ثمان سنين بشتغل فيه من أربع سنين أنا معلمة في كليات وفي عندي مركز رائع 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 بلتال رائع راح أعمل اليوم أنا راح أعمل اليوم ترجين على الهوى نموذج صغير روان تمام من ناحيةك حاب بفكرة نقش الحنة تهرب عني إشي إشي راح نشوفها راح أعملها إشي كتير بسيط مش راح أقدر أفوت برسم هندي لأنه بأخد وقت جدا طويل فرح أقوم برسم شوي تورد مع زخرة في هيك اللي هي نقش في الحنة منقدر ندردش معك وأنت طبعا لا لا لعادي بدي أسألك على أكم من يوم هيك كمان يمكن دايما فيه تساؤل بيحبوا صبايا يعرفوا أكم من يوم راح تضل الرسمي كيف بيحافظوا على إنها تضل موجودة ولا يعرضوها للشمس ولا يعرضوها للصبوني شو حابة تعطيها النصائق هي مش مسألة تتعرض للشمس أو للصبوني الحنة أنواع يعني في حنة اللي هو هندي اللي هنة من ثلاث أيام لسبع أيام في اللي هو هض ما بعملش حساسية ما بفوتش للبشرة في حنة اللي هي بودرة بتنحل بالمي بتضل من ثمان أيام لشهر أكتر من شهر ما فيش حنة بصير فيه تتو مش لماذا لا بص شهر هاي فترة زمنية منيحة لما تكون فيه كتابة معينة طبعا ومنحة ألوان رشا مع اختلاف نوع الحنة نفسه هل بيختلف اللون كمان؟ طبعا مثلا الحنة الألوان فيش منها بودرة بس بتيجي بكموع البودرة فقط اسود وهي أكتر إشي مطلوبة هو أكتر إشي بصمد على الجسم الحنة البيضة مثلا مطلوبة لعرايس بس ما بتصمدش وقت طويل اللي هي فقط من يومين لخمس أيام بتبع نوعية البشرة وكديش بتتعرض الماء وكديش بتحطي كريمات فكل هاي الأشياء مربوطة ببعض هل هذا التخصص اليوم والمعرفة هاي صارت كمان جزء من الصالونات في البلدات والمدن العربية طبعا طبعا صار إشي أساسي اليوم الحنة قبل ثلاث سنين ما كانش لما بلشت بالإشي لكات صعوبة في أني أبلش أعلم أو بالأحرى أنا كنت أنقش حنة بطريقة محترفة فعرضت علي صبية يعني قبل أربع سنين أني أعلمها ما كنتش ما أخدي الإشي أني أفوت أعلم فلما بلشت أعلمها وأعرض بمواقع التواصل الاجتماعي لكات إكبال شديد بالدورة اللي بعدها ولي بعدها لكل المناسبات السعيدي روان كمان قبل ما نختم منحب نسمع منك هيك نصيحة للصبايا كمان بنية الجسم يعني فيه اللي ممتلئات فيه اللي فعلا كتير يمكن نحيفات شو تحب تعطيها النصيحة ودايما إحنا منقول مش بالضرورة عن جد نتبع خطوط المودة كل شخص شو بيناسب لجسم ممكن تكون طلالته مميزة بالأمور اللي بتناسبه طبعا اليوم المودة كتير شي حلو فكل صبية بتحب تلبس إش اللي هو موجود بالمودة زي الألوان اللي هي فاتحة بس ممكن الألوان الفاتحة ما تناسبش الصبية اللي هي جسمها ملان فبدأتروح على إش اللي هو أكتر غامئ اللي يناسب جسمها فكمان اللي فيه عدة شغلات اللي ممكن تلبس بانطلون سادة بس البلوزة كتير معرقة والوان طبعا غامئة وهي ألوان مفرف حي يعني زي البرتقال الغامئ الأصفر الغامئ يعني هاي ألوان اللي هي طبعا جزابة وألوان حلوة وحيوية فحلو كل صبية تلبس الإش اللي هو مليك فيها شو مع المرة الجاية تجي لنا معنا صائح للشباب حس حالي وحيد هون لو ما فيش مصورين في الستوديو يعني أنا كاب بقدر أخفي اليوم الشباب طبعا كمان بحبوا المودة والستاير يعني زي الصبايا وقدش صار كمان روان عصيرة أنه حكينا في جرء اليوم بالألوان كمان عم نشوف يعني بدور الأزياء العالمية اللي كمان تهتم بإطلالة الشباب في صار الألوان عادي يعني جدا الشب قدر يلبس الألوان حكينا برتقالة أصفر وأنا كتير بحب أنا بفكر أنه هاي ظاهرة رائعة أنه بطل فيه ألوان محددة ومحددة إن كان لشب أو لصبي بشكل عام بخلق الولد بيلبسوا أزرق خلاص ولد البنت زهر زهر خلاص يعني اليوم اللي كان شب وإن كان صبية كله نفس الألوان بلبس حتى شباب بتلبس يعني كمان الألوان اللي هي بارزي الأحمر اللي الزهر اللي منتوري كمان ألوان حلوة بأيدش يعني شب أو صبية يعني عشانه شب ينجب بريلبس ألوان اللي هي أزرق أو أسود أو أبيض جميل جداً رشا إحنا في النهاية أنهينا الرسم تقريباً نجرب نشوفه إذا بطلقتك كاميراتنا عبن طبعاً هواري مخرج من داشت الكاميرا طلقتك طبعاً الطلق رسمي كتير حلوي والورود حتى في نقش الحناء دايماً إلى رونك خاص وميزي رشا يعطيكي ألف عافية عبن ما هيك تحتي اللمسات الأخيرة على إيد روان روان شكراً على ذوقك الرفيع وعنك هيك أجيتي على الستوديو جبت لنا هاي النماذج البسيطة جداً اللي طبعاً بتسوقيها للصبايا شكراً لإلك وشكراً لحضورك معنا شكراً كثيراً بسيط صباحك